عاش عامر وعائلته في مزرعة واسعة بسعادة وهناء يزرع الخضار والفواكه ليطعم أولاده ويبيع بعضها كبر عامر وضعف بصره ولم يستطع العناية بالمزرعة لذا عمل الأولاد فيها وعتنوا بأبيهم صديقي اكتب عنوانا مناسبا للقصة عاش عامر وعائلته في مزرعة واسعة بسعادة وهناء يزرع الخضار والفواكه ليطعم أولاده ويبيع بعضها كبر عامر وضعف بصره ولم يستطع العناية بالمزرعة لذا عمل الأولاد فيها وعتنوا بأبيهم صديقي اكتب عنوانا مناسبا للقصة